السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحضور جميع أعضائه وعلى رأسهم الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب استنكر عبد الحكيم مسعود نائب حزب النور عن دائرة مركز ناصر بمحافظة بني سويف ما قام به البعض من رفع علام الشواذ خلال حفل بالقاهرة متسائلا كيف نرجو أن ترتفع أمتنا وتنهض بلادنا والبعض يلوث أجواءها بإعلان وترويج ما يخالف الشرع والقانون ودستور البلاد قال الدكتور رضا رجب وكيل نقابة المهن الموسيقية أن النقابة قررت وقف الحفلات المقبلة للفرقة الموسيقية التي تم رفع علام المثليين خلال حفل خاص بها مساء السبت بالتجمع الخامس مؤكدا أن مثل تلك الحفلات لن تقام بمصر مرة أخرى قدم الدكتور مصطفى عبده عضو الهيئة العليا لحزب النور ومسؤول الحزب بقطاع جنوب الصعيد خالص العزاء للدكتور حسين طه حسين أمين اللجنة الصحية للحزب بمحافظة قنة في وفاة عمداء اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بدوريات عسكرية راجلة اليوم الاثنين حي المطار القريب من مخيم قلندية شمال القدس المحتلة سلمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس تحرسها قوة من جنود الاحتلال اليوم الاثنين اختارات هدم إدارية جديدة لمنازل مواطنين فلسطينيين في بلدة العسوية في القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها ستعقد اجتماعها في قطاع غزة الاثنين المقبل للبدء بتسلم مسؤوليتها بعد إعلان حركة حماس حل اللجنة الإدارية قتل 45 عنصرا على الأقل من فيلق الشام وهو فصيل معارض من جراء غارات روسية استهدفت أحد مقراته في محافظة إدلب شمال غربي سوريا وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد أعلنت شرطة محافظة لحج اليمنية اليوم الاثنين عن ضبط خلية إرهابية خططت لتنفيذ عمليات ضد مقرات أمنية في مدينة الحوطة عاصمة المحافظة الواقعة جنوب شرق العاصمة اليمنية صنعاء أحبطت قوات الشرعية اليمنية هجوما لميليشيات الحوثيين قرب الحدود مع السعودية الأحد حسب ما أفادت مصادر سكاي نيوز عربية وقال بيان للمنطقة العسكرية الخامسة التابعة لقوات الشرعية إن المواجهات بين الطرفين أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من مسلح الميليشيات الحوثية المتمردة كشفت مصادر محلية في محافظة ذمار جنوب العاصمة اليمنية صنعاء عن إقدام قيادي حوثي على قتل آخر بسبب خلاف على سيارة منهوبة حذر وزير الخارجية اليمني ونائب رئيس الوزراء الدكتور عبد الملك المخلافي من المشروع الإيراني لتقويد الدول في المنطقة مشيرا إلى أنه يستبدل الدول بالطوائف والجيوش بالميليشيات كما حدث في لبنان وسوريا كشفت مصادر أمنية كويتية عن أن وزارة الداخلية طلبت من ثلاثة معممين شيعة هم فاضل المالكي ومونير الخباز وباقر المقدسي مغادرة الكويت وكان نائب محمد هايف استنكر دخول هؤلاء المتهمين بسبب أمهات المؤمنين إلى البلاد مطالبا بإبعادهم أكدت رئاسة الأركان التركية اليوم الإثنين أن مقاتلات حربية تابعة لسلاح الجو التركي دمرت مستودعات أسلحة وذخيرة ومعسكرات لمنظمة حزب العمال الكردستاني شمالي العراق أكد نائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري اعتقال العديد من كبار القادة في قوات الحرس الثوري بتهمة الفساد المالي والاقتصادي صرحت الهند رسميا بوجوب طرد مسلمي الروهينجا وصفة وجودهم بالخطر الشديد على الأمن القومي وأبلغت قضاة المحكمة العليا بأنه يتعين أن لا تتدخل المحكمة في خطة ترحيلهم وذلك عقب دعوة قضائية تطالب بعدم طرد مسلمي الروهينجا النازحين من إقليم راخين وبين أزمة الترحيل والأمطار الغزيرة يقع المسلم الروهينجا ضحية تطرف البوذي البورمي ففي منطقة كوس بازار الحدودية لدولة بنجلاديش عند خليج البنغال بات مسلم أراكان يعيشون في مناطق أشبه بالمستنقعات بعد أن وصل منسوب مياه الأمطار المستمرة لمدة 24 ساعة أحيانا إلى أكثر من ثلاث بوصات في حين يحذر خبراء الأرصاد في داكا من احتمالات استمراره طول الأمطار الغزيرة على مدار الأيام المقبلة فضلا عن دخول موسم الشتاء الذي سيكون له أثر كبير على صحة وحياة النازحين الروهينجا أكد أطباء تابعون للأمم المتحدة وعاملون في مجال الرعاية الصحية أن الأطباء الذين يعالجون مرضى من بين نحو 429 ألفا من الروهينجا المسلمين الذين فروا في الأسابيع الأخيرة إلى بنجلاديش من ميانمار فحصوا عشرات نساء المصابات بجروح تتفق مع الاعتداءات الجنسية العنيفة روايات العاملين في الحقل الطبي دعمتها في بعض الحالات تقارير طبية حول اتهامات متكاذرة تتراوح بين الملامسة بالأيدي إلى الاغتصاب الجماعي وجهتها نساء من الأقلية المسلمة إلى القوات المسلحة في ميانمار أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الاثنين أن أول مفاعل الطاقة النووية في بلاده سيبدأ العمل العام المقبل تلقى طبيب مسلم طعنة في مؤخرة عنقه وهو في طريقه إلى مسجد في مدينة منشستر الكبرى شمالي بريطانيا فيما اشتبهت الشرطة البريطانية في أنها جريمة كراهية جديدة ضد المسلمين كشفت أحدث التقارير الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول حجم التجارة الخارجية لمصر خلال النصف الأول من العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر ثالث أكبر الدول التي تصدر إليها مصر حيث بلغ حجم الصادرات المصرية للإمارات خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2017 نحو واحد ونصف مليار دولار أكد سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوب المملكة العربية السعودية بجامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد بن عبدالعزيز قطان عمق وعراقة العلاقات المصرية السعودية وصفة البلدين بأنهما جناح الأمة العربية وعليهما يقع العب الأكبر للمحافظة على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط أعلنت مصادر مطلعة بمصر للطيران تنظيم ست رحلات طيران من جدة اليوم الاثنين لعودة 900 حاج في نهاية الجسر الجوي لعودة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة بعد أدائهم مناسك الحجي وسط انتظام كبير في مواعيد الطائرات وعدم تخلف أمتاعة الحجاج تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الإسكندرية من ضبط ثلاث أشخاص لحيازتهم 120 كيلو جرام حشيش بقصد الإجار أعلن لواء محفوظ طاها نائب رئيس هيئة اقتصادية قناة السويس للمنطقة الجنوبية إقامة مشروع ضخم في مجال البترو كيمويات التحرير للبترو كيمويات في العين السخنة الذي سيكون الأول من نوعه في مصر وأكبر مصنع في العالم كرم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الموظف حسن محمد حسن أمين مخازن بمركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح واستقبله بمكتبه وذلك لرفضه قابول رشوة مالية قدرها 50 ألف جنيه من أحد الموردين مقابل استلام أحبار مقلدة وغير أصلية لمركز التعليم المفتوح بالجامعة غير الأحبار المطابقة للمواصفات والمتفق عليها مع المورد بقيمة 800 ألف جنيه تشاهدون اليوم على موقعي أنا السلفي من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح من سلسلة كتاب الفوائد والمحاضرة السادسة والأربعين من سلسلة تفسير سورة الأحزاب فضيلة شيخ ياسر برهامي صور من البذل للوصول إلى بيت الله تعالى مقطع الشيخ سعيد محمود في واحة الأخوة في الله من سلسلة عشرة أخلاق الشيخ إهاب الشريف ومن جديد باب البطاقات الدعوية أنا أحق بموسى منكم ذكرهم الله في من عنده أعطاه بها إحدى ثلاث انتهت نشرة الأخبار من موقعي أنا السلفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته